اشتركوا في القناة تم تطرق الازدياد عدد حالات الاورام حيث سلم المعدان كشفا بعدد من مرضى الاورام الذين تقدموا بملفات للبلدية حيث اكد البشير صدور قرار لعلاج 20 حالة من بلدية سيرت وافادهم للعلاج بالخارج كذلك تم الاتفاق على افتتاح وحدة لعلاج الاورام وللعلاج الطبيعي تكفلت البلدية بتوفير المكان ووزارة الصحة باصدار القرارات المنظمة لذلك قام عميد بلدية سيرت مختار المعدان بتوقيع محظر استلام سيارة قمامة خاصة بشركة خدمات النظافة العامة سيرت مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك بمقر الامم المتحدة في مدينة طرابلس وقد تم التوقيع مع السيدة امال المغرب مسؤولة برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا وستقوم بلدية سيرت على الفور بتسليم السيارة لشركة خدمات النظافة العامة سيرت عثرت الجهات الامنية والعسكرية بميناء طبرق البحرية الاثنين على 38 حاوية مليئة بمياه معدنية جرى استيرادها بموجة باعتماد مصرفي عن طريق شركات وهمية وفق ما افاد مدير امن منفذ الميناء العقيد عبد السلام علي يونس وقال يونس ان ميناء طبرق البحري يحتوي على عدد كبير من الحاويات التي لم تتحرك من مكانها منذ وصولها لارصفة الميناء موضحا ان قانون الجمارك يمنح الحق لرجال الامن لفتح الحاويات وتفتيشها بعد ان تصل للميناء وتبقى ستة اشر قامت فرق التشغيل والصيانة بوحدة الشبكات الرئيسية بشركة المياه والصرف الصحي شرق طرابلس يوم الاحد بمعالجة وصيانة بعض خطوط مياه النهر الصناعي التي اصيب بعضها بالتلف نتيجة تدفق مياه النهر بقوة بعد انقطاعها وجرف التربة السطحية ببعض المواقع حيث تم صيانة خط مياه النهر الصناعي بطريق الحشان الرئيسي من خلال استبدال خط المياه بقطر 150 سنتيمتر ولا زال العمل متواصلة وتأتي هذه الاعمال ضمن التنسيق والتعاون بين بلدية سوق الجمعة وشركة المياه والصرف الصحي اقام اهالي بلدية بوسليم صباح الاثنين وقفة تضامنية امام مستشفى الحوارث تأييدا للحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية في القدس وتنديدا بالاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة للاحتلال وشارك في الوقفة شرائح مختلفة بالبلدية رفعوا خلالها اعلام الاستقلال والاعلام الفلسطينية وشعارات تنادي بعروبة القدس اشتركوا في القناة